السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا رمضان وانا مش عارف بصراحة موضوع الصبح ده بيبقى صعب جدا ان الواحد يعرف يركز ويعمل اي حاجة اه تصوير فانا بقالي فترة جد يعني كتيرة جدا مسجلتش بعد الفطار فاتمنى اكون وشي فايق شوية يعني ما خرفش ولو خرفت سامحوني واكتبولي تحت انا خرفت في ايه فعني عادي في رمضان الواحد بيبقى ايه لسه مالي البطن كده وربنا ايه اتقبل ان شاء الله لنا كلنا طيب بتكلم على ايه النهاردة انا بتكلم على حاجة للاجانب بتنفع اكثر من للمصريين اللي حاجة لقيتها بره اه وهي انت ازاي تبقى اه انواع النجارين ايه ناس كتيرة بتسألني بتقول يعني اللي بيعرفوا لغات فيه حاجة اسمها كاربنتنر يعني نجار وفيها اسمها وودوركر يعني نجار برضو يعني الاتنين نجارين بس بره بتفرق كتير جدا ما هو الفرق بين الكاربنتنر والفارق بين اه في بعض الناس لو سألته الامريكان هيقول لك الفارق هو من ملي الى اتنين ملي قبل ما ابتدي في الاخر عايزة يبص جبتي ده هيئة من دي عشان لو واحد عايز يشتغل بالدريل في حيطة ديقة ففي اخر الحلقة هفتحها واقول لكم فيها ايه بس خلينا نكمل والفارق بين الودوركر والكاربنتنر في دولنا العربية اه في النجارين اه التخصصات بتبقى كتير جدا طبعا انا بتكلم بشكل عام فيه تخصصات اكتر من كده بكتير يعني مثلا احنا عندنا انا على قد معرفتي يعني في مصر عندنا نجار الموبيليا اللي هو بيعمل الموبيليا ترابيزات صفرة صالونات حاجات زي كده اه فيه نجارين باب وشباك دول المتخصصين في الببان والشبابيك فيه النجارين الخاصين بنجار مسلح اللي هو بيشتغل في الحاجات اللي فيها اه اسمنت في العمرات او في الكباري بتلاقيهم في حاجات خشب كده وبيزبطوا يعني التحميلة بتاعت الكبري او بتاعت المبنى عشان يشتغلوا عليه وانواع اخرى كثيرة جدا من موضوع النجارين في امريكا اه فيه نوعين اساسيين وهو الودوركر والكاربتنر لما حد يقولك انا كعلاق لما حد بيقولي اه انت بقيت شغال كاربتنر يقول لأ انا وودوركر طب ايه الفرق؟ بكل بساطة الفرق بينهم انه الودوركر هو عادة واحد بيشتغل داخل ورشة ما بيشتغلش برا الورشة بيعمل اه حاجات صغيرة او حاجات متنقلة يعني انا لو اه وود يعني خشب ووركر يعني عمل فانا بشتغل بأعمل ترابيزات بأعمل سنتيق خشب بأعمل كراسي اه بأعمل حاجات بشتغل بيها ده وبتبقى عادة فيها اه نوع من انواع دقة اكتر من الكاربتنر عش كده بيقولوا الفارق بينهم من ملي الى اتنين ملي آآ الكاربتنر بيشتغل على حاجة تانية وهي الحاجات الكبيرة يعني مسلا الاوضة اللي انا قاعد فيها الخشب دي ماينفعش الودوركر صعب يعملها بيبقى محتاجة كاربتنر لو عندك برجولة في الحديث وفي الجنينة ده بييجي كاربتنر يعملها لو عندك صور كبير في الجنينة او خارجي بيبقى الكاربتنر هو اللي بيعملها وبيبقى دايما المقاسات بتاعته مهياش بالدقة المطبوبة في الودوركر اللي هو شغال آآ يعني النص ملي بيفرق معاه وهو بيجمع الخشب مثلا لشن نعمل دراع على كرسي بتبقى واضحة جدا لازم بيبقى فيها دقة التانية بيبقى فيها قوة وسرعة لانك بتبني حاجات كبيرة عادة بتلاقي ان الجماعة بتقع الودوركرش دول بيعتمدوا باعتماد اساسي على الازميل على الفارة بانواحها عندهم عيدة جبيرة جوة الورشة بتاعتهم وبيحبوا جدا منشار الطاولة الناحية التانية اللي هو الكاربنتنر دا بيحب المنشار اليدوي المنشار الصيني اليدوي وبيحبوا منشار الدسك جدا بيبقى معظم شغلهم كمان ان هم بياخدوا الحاجة دي معاهم على موقع العمل وبيشتغلوا في موقع العمل بالحاجات النجارة اللي هم عايزين لو بتشوفون في الافلام بتلاقي العربية بتاعته مليانة ورشة كاملة اما الودوركر فهو بيشتغل داخل الورشة بتاعته وبتبقى فيها معظم الحاجة ما بيحتاجش ان هو ياخدها ويطلع بيها برا بيبقى كل الشغل وبينتهي بالشغل بيوديه لحد يفنشه في امريكا بيفنشه بنفسهم اما في دولنا العربية وفي مصر بالزاد بيبقى فيه ناس متخصصة في الفينش انا كعلاق لما باجي اعمل حاجة فينش وبعد كده بص على واحد متخصص بيبقى فيه فرق كبير جدا لانه الناس المحترفة المتخصصة بيبقى عندهم بصراحة بيطلعوا شغل فوق الخال طب انت واحد زي حالاتي كده شغال بتعمل ايه شغال بتعمل هاوي نفسك تتخصص في حاجة في النجارة فعشان كده لما حد بيجي يقول لي يا علاق انا اشتري اني عدة ابتدي ازاي بيبقى لازم يعني انت اتجاهتك عايز تعمل ايه نفسك تشتغل تعمل برجولة عندك صور في الحديقة عندك حاجات دي بتحتاج معدات مختلفة زي منشار الدسك ومنشار اليدوي بتشتغل بره كتير او لو عايز تعمل كرسي صغيرة عايز تعمل طربيزة عايز تعمل طولة الحاجات ده هاية بتحتاج معدات تانية كتير فيه ناس عادة تنتقل من الهواء الى الاحتراف فلازم تنقي انت عايز تعمل ايه لانه في سننا الكبير بصوا جماعة المحترفين في اي دولة عربية ده اكل عيشهم بيبقوا باديين موضوع النجارة دائما هم صغيرين جدا ففارق كبير جدا بين واحد محترف بيعمل نفس الحاجة بقالوا عشرات السنين وهو واحد زي حالاتي او زي اي واحد هاوي بيبقى هو عنده يعني كم من العلم وكم من المعرفة انه عمل الحاجة دي الف مرة بيقدر يعملها بكذا طريقة ومتخصص في حاجة واحدة لما انت تحب تخش في حاجة من النجارة دايما بقول اختار حاجة تعملها علشان تكررها كتير وتقدر تباحها ولو باعتها بكترة تقدر ساعتها تاكل عيش اما لو انت قررت ان انت تشتغل هاوي نجارة هتعمل طربيزة امرك ما هتطلح لو انت هاوي وبادي على كبر وامرك ما هتعملها اقتصاديا ومهاريا احسن من الراجل اللي بقاله عشرات السنين بيعملها وقادينا الناس اللي هي بقالها عشرات السنين دي بيعانوا حاليا من الحاجة الجهزة ومن الحاجات اللي زي ايكيا والحاجات اللي هي التعبانة دهية ما بقاش الناس كلها عايزة السهل والسريع والرخيص فبالتالي بيبقى صعب جدا ان انت تحترف الا لو بادي من بدري ورايح في ورشة وانت عارف عايز ايه خلينا نشوف بقى انا حبيت اقول لكم الموضوع ده خلينا نشوف البتاع اللي احنا جبتها داية من بان جود الرابط هيبقى تحت خلينا نشوف بتعمل ايه واني يكمل من اللي تحادثنا ده حاجة انا جايبها للدريل علشان لما بيجي حطة ضيقة مرعرفش اشتغلها فبعدت جبتها من بان جود خلينا نشوف ايه اللي جوه هنا عندنا واحدة عندنا اتنين وآآ ودي عشان طيب خلينا نفتح كل حاجة ونشوف الكيس كان فيه ايه لان انا جايبها من اخر الدنيا تخيلوا كل ده ما كانش عندي وفعلا كنت بعاني وقت ما ايه كنا بنشتغل في الحتة الدايقة طبعا الحاجة اللي موجودة زي ما احنا شايفين دي بتاعتي فانا بجيب الدريل كده ودي بتخش في الدريل ففي زياها كزا واحدة في واحدة هنا فيه تلتة اتمان البوصة فيه نص بوصة وتقريبا دي ربع بوصة كل اللي انا بعمله ان انا بدخلها هنا بالشكل ده خلاص هي دخلت انا ممكن بقى حاجة تانية دول التلاتة دول ممكن اجيب عشان لو عايز احل صامول او حاجة زي كده خلينا نجرب النص بوصة ده هي تنحطها كده وبجيب حاجة من عندي وبدخلها بالطريقة دي كده بقى لو انا عايز احل اي حاجة صواميل او حاجة وغير كده بتشتغل على طول خلينا نشوف ايه تاني موجود عندنا دي جميلة جدا بتشتغل بالجنب فانا لو عندي حتة مزنوقة فبروح مدخل الحاجة اللي بتاعتي من هنا كده بصوا هيحصل ايه المفك بيلف بالحتة الديقة اقدر احل حاجة كير دي حلوة برضو جدا بيجي معها الحاجات دهية والاهم دي هنا مش هتخش عشان مش هك فانا دي هحتاج الدريل التاني اللي بيربط وبدخلها هنا كده وبربط عليها وبعد كده بيبقى عندي ايه لو عايز احط دي هنا كده لو عايز اعمل مثلا نظر دي من جوة فبروح مدخل دي كده ومشقل فبقدر لو عايز اربط حاجة نفس الطريقة بفتح ده وبروح اعملها كده في الدايع وبقدر ايه اشتغلها في الاماكن الدايع اتمنى ما كنش طولت عليكم في البتاع الجميلة دي دي انا هستخدمها كتير ان شاء الله موجودة في الرابط تحت اللي عايز منها واعتقد موجودة كمان في السوق بشكركم وانا برضو ايه في رمضان زي ما بقلوك هنعمل ناحية او لنعمل حلقات فيها شوية معلومات زائد شوية حاجات من اللي انا بجيبها ده هي نجربها مع بعض اشوفكم الحلقة الجاية ويلا شد وحيلكم في رمضان ان شاء الله ربنا يتقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته